بسم الله الرحمن الرحيم. عزائي طالبات وطالبات الصف الثاني السنوي. اه برحب بكم في الفصل الدراسة الثاني. اه لمادة الكيمياء. اه طبعا اه قبل ما نبدأ الترم عاوزين بس ايه? اه ضحايا زلزال اه تركيا وسوريا. اه اه الزلزال المدمر اللي حصد ارواح حوالي اربعين الف اه نسمة. خليش ارى فبراير من عام ترتة وعشرين. نتمنى ليهم الرحمة. وربنا اه يكفينا شر الزلازل والكورس الطبيعية. يا رب. المهم بالنسبة لمقرر الصف الثاني السنوي. طبعا اه عندنا اه بابين في الترمي الثاني بمادة الكيمياء. الباب الثالث منتكلم فيه عن الاتحاد الكيميائي. والباب الرابع منتكلم فيه عن العناصر الممثلة في الجدول الدوري. اه في الفيديو ده هنديكو بس فكرة مبسطة عن محتوى الباب الثالث الاتحاد الكيميائي. والرابط الكيميائية. اه بحيس ان انت تبقى عارف ايه المطلوب منك خلال هذا الباب. وزي ما انت عارف اه محتوى كتابة الوزارة مهم جدا بالنسبة لنا. لان طبعا اه وكلان ده بدأ من الترمي الاول. ان الاسئلة بتجيلك من صلب المحتوى بتاع الوزارة. اه والاسئلة بتجيلك اه من صلب المنهك في كتاب المدرسة. اه فطبعا يا ريت اه تهتم بمعرفة المقرر بتاعك تفصيليا. وهسيب لك برضو في الفيديو نسخة اه من كتاب المدرسة الباب الثالث. بمحس بعرف ايه المطلوب منك. والباب الرابع ايضا كتاب المدرسة. وطبعا مفروض ان انتو اه على جهاز التاب عندكم اه كتاب المدرسة. في ريت طبعا تطلعوا عليه. اه بحيث ان انت ايه اه اه بزاكنتك الاسية. تمام نخليك ده مدرسة. وابعد عن اه كتب الخارجية. لانها ساعات ايه اه بتشطح وبتوه. استخدم الكتاب الخارجي اه في حل المزيد من الاسئلة. الى جانب حلك اصلا لاسئلك تم مدرسة. في المقام الاول. لان هي طبعا ايه اه اللي تهمنا. وهي اللي بنجيب منها اسئلة الامتحانات والتخويم. وانت عارب دلوقتي اه نظام الكيميا ومعظم مناهج والمواد. اه ما بقيتش تعتمد على نظام الحفظ والطلقين. تعتمد على افهام الطالب. وانت طبعا في سنة تانية طالب علمي. اه فلازم تكون اه عندك قدرة على التحليل اه والفهم. اه وبالنسبة للكيميا اه جزء مهم جدا لازم برضو ان تضطر تحفظه اللي هو الرموز الكيميائية والتكافؤات العناصر. اه عشان تعرف تكتب المعادلة الكيميائية اه وتوزنها لان معادلة الكيميائية اساس الكيميا. اه الى جانب طبعا ايه? اه الحسابات لو في عندك ايه? اه بعض الاجزاء الرياضية والقوانين لازم برضو ايه? تكون ايه? اه عندك دراية باستردام الا الحسابة لبعض الاجزاء. وينكن احنا بالنسبة لنا في الكيمياب الترم التاني هيكون اه الاجزاء الرياضية اه محدودة جدا يعني بالنسبة لنا. اه بنتمنى ان انتو اه تبدأوا بداية طيبة هذا الترم. اه السلة والروابط لان هي طبعا ايه? اه جزء اهم جدا اه من اه مكرر الكيميائة. ونتمنى ان انتو ايه? اه كله ينجح السنة دي بتفوق ويدخل السنة دا بتاقيه هو ايه? اه مستقر ومستريح. والسلام عليكم رحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله اه مستر اشرف لادي كبير معلمين الكيميائة اه بمدينة القاهرة.